اهلا بيكو اعزائي تلو تطالبات المرحلة التانية اللغات في مدارس اللغات مع الماتماتيكس وبنكمل ريفيجن الديناميك وندخل في الامباكت الامباكت والكولاجون دول مرتبطين ببعض جدا كولاجون حاجة بتخبط في حاجة هدخل في الامباكت والكولاجون وهدخل في الامبالس وتعالوا مع بعض نشوف اه 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 ج �ett انا ندرس الامبالس تعالا نشوف انا همسك يدي كده واعمل كده فهاعمل اه بفورس في صغير قوي واقوم وعمل خفطة كده الخفطة دي جات في ايه عملت في عمل الدفع جامدة الدفع الجامدة دي عايزة ايه عايزة قوة وعايزة تايم صغير طيب يبقى عندي الامبلس هو ايه F by T ممكن اعمل الامبلس كده او ممكن اعمله كده يبقى ممكن حسب الـ direction بتاعة الحركة فدلوقتي لما اجي اعرف ايه هو الامبلس لو constant force F act on the body on a particle of constant mass during a time small time interval we define this impulse of this force as A vector equal F vector by T او لو عايز المجنيتود بس يبقى الـ I equal F by T خلي بالك لما اقول الامبلس بتاع الفرست على السكند لو دي الفرست والسكند هي نفسها الامبلس بتاع الفرست السكند على الفرست فدي الامبلس بتاع الفرست على السكند equal negative الامبلس بتاع السكند على الفرست عشان انعكست الـ direction بتاع الموفين وتقدر كمان نقول هو واللي change of momentum لما اعمل change of momentum بيديني امبلس لو واحد بيتحرك من سرعة صغيرة الى سرعة كبيرة فاللي change في الحركة دي اتحركت من سرعة صغيرة الى سرعة كبيرة اذا هو ده change of momentum فاللي change of momentum برضو هو equal impulse in collision الـ equal impulse تعالا ناخد ثيران بتقولك if a constant force act on a particle for an in the submissal time in the submissal time يعني وقت صغير قوي of a time when the changes in momentum during this interval is equal to the impulse of this force يعني قادر اقول الامبلس هو change of momentum يعني الام v dash minus الام v او الام common v dash minus v طيب ازاي هنقص الميجر الينتس بتاعت الامبلس ما انت شايف هتبقى الام بال v وانت عارف لو رجعت تاني الفورس والف في تي فهتلاقيها الاف دي نيوتن و time second يبقى نيوتن second طيب لو عملت divide 9.8 هتبقى كيلو جرام weight meter per second انما لو كانت بالdine second وعملنا divide 9.80 يبقى تبقى gram weight centimeter per second وتعالوا نشوف مع بعض example بيقولك خلي بالك درسنا ده معتمد قوي على الفلسطي اتجاه الفلسطي فين بوزطف وفين نيجدف ده المهم عندنا في الدرس بتاعنا بيقولك smooth sphere كرة of mass 150 move in a straight line in a horizontal ground with velocity 0.6 يبقى عندي M1 160 او هي M عندي المس بتاعتها 150 جرام وتحركت بفلسطي بي بتاعتها 0.6 متر تحركت ايبقى the motion and rebounds ورجعت لما تغبط في الحيط هترجع وفين نيجدف الهوزطي كان بقى رجعت ب12 20 سنتيمتر طبعاً انا هحول 20 سنتيمتر دول الى متر لانه ودينا عندي او اقدر احول الاولنية 0.6 الى سنتيمتر لازم الفلسطي تبقى زي بعض يبقى هعمل فوق 0.6 باي 100 تبقى 60 او اقدر احول الفلسطي تحت ل 0.2 متر بير سكن السؤال بيقولك عايز الامبلس of the wool on the سفير عشان يحسب الامبلس بتاع الول على السفير يبقى عايز التشينج في الحركة التانية بتاعت السفير يبقى مين في ومين في داش وتعالى افضل حاجة في مسائل الكرة اللي بتخبط وترجع من حيطها تعالى ناخد التجاه اللي راجع return هو التجاه الربونس والتجاه البوستف يبقى لو اخدنا التجاه اللي راجع والتجاه البوستف التجاه الرايح اصلا هيبقى التجاه negative تعالى او انت حر ممكن تعمل اولان البوستف والتاني ال negative انا هو عايز الimpulse on the sphere يعني ال change في المومنتم بتاع ال sphere يعني equal m v داش ماين اس v وهنا اعتبر ان v داش بتاعتنا هي التجاه بتاع البوستف عندي m ب 150 عندي v 20 وال v داش ال v هتبقى 60 بس هتبقى بالتجاه ال negative لان حساب الراجع هو البوستف و negative هتبقى positive وهتبقى 150 by 80 وهتطلع 12,000 داين بير second ليه لان احنا بشين بالجرام والسنتيمتر طب تعال ناخد اجزامبل تاني بيقولك sphere of mass 50 g full from height 2.5 وبعضين وهتع ground and rebounds طلعت شوية تاني نهت الارض وطلعت and rebounds مالها from the ground طلعت ارتفاع قلي شوية 0.9 متر يبقى ارتفاع الاولاني اللي كانت نزلة منه 2.5 نزلت في الارض وطلعت كام 0.9 متر هو عايز الابريج الابريج فورس الابريج فورس دي هجيبها منين هجيبها من الامبلس والامبلس هجيبه منين من change في المومنتم والchange في المومنتم هجيبه منين من البرازتز انت عندك الام طب هجيب الفورس منين من الفتي ماهو عندك الامبلس ايقوال الفتي وايقوال كمان في نفس الوقت الامف دي داش مينس الفي فكده وكمان بيقولك ادانا التايم which they are in contact اللي هو التايم بتاع الامباكت مع الارض كان 0.1 ساكن يعني هو سايل هلق خالص عندك معلوماتك م اس وهو فول يعني اليوب 0 اقدر اجيب الفي لانك عندك الجي هتبقى ب9 80 وتعالى نشتغل مع بعض او تحول الماز بتاعتك بالكيلو جرام ونشتغل مع بعض يلا جيب بتاعنا السفير فول يعني اليوب كام ب0 واعتمنا ارتفاع كام 22.5 طب تعالى الجي عشان نشغل انت بمتر خليها 9.8 متر لانه ادنا الاس بال 2.5 طب قدرت اجيب الفي وقدرت اعمل روتي بقى الفي وبعدين السفير rebond to height 0.9 لو الكرة طلعت 0.9 ايه اللي هيحصل لما الكرة تطلع 0.9 انا انا جبت كده الفي بفور كوليجن وفي المسألة دي لازم اجيب الفي بفور كوليجن والفي just after كوليجن عشان هم دول اللي هتبقى الفي والفي بتاعتك عشان تقدر تجيب اللي شنجي في المومنتم اللي هو الام في الفي داش ماينس الفي طيب الاسفير بونت ويبقى طلعت فوق وهتعمل stop وهيبقى الفي فوق بزيرو فانا عايز اجيب اليو بقى just ويطلع يبقى انا عايز اجيب اليو وهدان الاس وعندك الجيو هطلع ب negative 9.8 هقدر اجيب الفي squared equal u squared plus 2 gs بس هتبقى minus طبعا والفي zero جيبت اليو طلعت 4.2 meter per second بقى عندي just after collision او just after impact وقادر اجيب الامبلس بالقانون بتاعنا اللي هو mv minus mv وطبعا عندك m حولت الكيلو جرام وعندك ال v انا قلت التجاه بتاعي هو البوز اذا اتطلع هيبقى negative فاخدت ال v بال negative minus v اللي هي اصلا كانت 7 وكده طلعلي الامبلس ب negative 0.56 newton per second طيب هو كمان مش عايز كده ده عايز الامبلس عايز ال f هجيب ال f ازاي ال f قانون f t طبعا هو dana t طبعا انا عايز ال f يبقى f equal الامبلس over time طلعت ال f 5.6 newton ندخل على الامبلس اتنين بقى كرتين هيصطدموا ببعد وهنا ملعب اللي يردو وارد قوي ان الكرة الاولينية تخمط في الكرة التانية وكل واحدة لها سرعة اللي طلعت بيها الاول اذا m1 هيبقى لها v1 و m2 هيبقى لها v2 الاتنين لو استضموا ببعد فعملوا امباكت ممكن كل واحدة تتحرك بعد الامباكت ده كل واحدة بسرعة تبقى اسمها v1 و v2 وممكن يعملوا جسم واحد تمام ويمشوا بone velocity after امباكت فخلي بالك بقى برضو مهم قوي الdirection زينا عندنا في الفيلاستي امتى انت هتحدد لو الكرة ماشية كده هتعتبر انتجاه ده هو البوزتف ولو ماشية في الابس دايركشن اللي يبقى اتجاهه البي بتاعته هتبقى negative وخلي بالك ان احنا اقول لك قبل كده الامبلس بتاع الفرس تاع السكن equal الامبلس تاع السكن on ده فرس طيب انا هفسر لك الكلام اللي قلته كده بالرسمة شوية لو عندي m1 و m2 دي لها velocity v1 ودي لها velocity v2 وبعد ما خبطوا بعض وعملوا امباكت ف الام1 خدت velocity v1 و m2 خدت velocity v2 وطبعا السم اه اه امباكت والشينج عندهم في المومنتم بفور ايكوال شينج في المومنتم افتر يعني اقدر اجيب ان السم بفور ايكوال السم افتر واقدر اجيب الامبلس اللي هو m1 v1 داش مينس m1 v1 لو عايز اجيب الامبلس بتاع الفرست وطبعا اقدر استنتج القانون اللي هو النهائي بقى انا مش عايز اتعابك في استنتاج القانون هجيب الامبلس تاع الاولاني والامبلس التاع التاني بتاع السكن وعملهم قداشا مع بعض واطلع اذا انا عايز اقوله لك اللي هو الرقب تريه اللي هو السم في الامبلس افتر m1 v1 داش بلاس m2 v2 داش وانحل بده وناخد اجزامبل بيقولك سموز سفير m1 50 جرام موving with velocity 12 متر per second وعندك a long horizontal straight line and collide دي خبط بقى في ايه بقى فاناظر سفير ليا m2 ادانا m2 20 جرام قالك in state of rest يعني v2 بتاعتها بزيرو if the velocity يبقى عندك ال m بتاعت الفرست والفيليس بتاعت الفرست ال m بتاعت السكن والفيليس بتاعت السكن بزيرو لانه قالك فرست if the velocity of the first سفير just after collision مالها 8 متر per second in the same direction before collision يعني اتحركت v-1 8 سنتيمتر بتاعت الفرست in the same direction يعني في ناس تجاه البوسط هو عايز ال velocity بتاعت السكن سفير اللي ال v-2 after collision وعايز كمان ال impulse بتاعت الفرست سفير on it على السكن طيب ناخد بس قالتنا كده عندنا m1 50 m2 20 b1 12 b2 0 اقدر اجيب منهم m1 b1 plus m2 b2 تعال بقى after collision m1 زي ما هي 50 m2 زي ما هي 20 انما عايز اجيب هو ادانا ال velocity بتاعتهم ادانا ال velocity بتاعت after collision لل m1 اللي هي v-1 اللي هي بقيت هو السؤال عايز عايز v-2 طب انت عندك كل حاج اكتب قانونك m1 v-1 plus m2 v-2 equal m1 v-1 dash plus m2 v-2 dash وكده ناقص عندك v-2 dash جبته تمام هو عايز بقى ال impulse بتاع الفرست على second هو لتشينج في المومنتم بساعة second تمام يبقى المازو بتاع second في v- بتاع second minus v-1 وقدرت اطلع وطلعت بالgram weight centimeter per second واقدر اللي هو dine per second لو انت حاول تحببه تكتبه بالdine خلي بالك هنا في بعض التحويلات مش هتفرق معاك لو حولت انه لو عملت كله divided وكل buy فهتبقى التحويلات بتاعتك لو محولتش من جرام لكلو جرام مش هتفرق معاك في مسائل collision فبيقولك two bodies of mass 200 جرام و800 جرام move in the same straight line on a horizontal table تمام يعني عندك two bodies واحدة 200 جرام والتانية 800 جرام حيتحركوا في seven straight line على horizontal with velocity زل الاثنين ودي مش ها v1 4 والتانية مش ها برضو 4 بس قالك يبقى in two opposite direction يعني v1 هتبقى 4 انما v2 هتبقى negative 4 لانه قالك opposite direction if the two bodies move after impacts as one body هم ما خفضوا في بعض ومسكوا بعض الاثنين وشوا مع بعض عايز بقى عايز plus c after impact يعني عايز v dash ادي m1 كانت سرعتها 200 الماز بتاعتها 200 والv1 بتاعتها 4 m2 الماز بتاعتها 200 والv بتاعتها في opposite direction يعني negative 4 بس ودانا ان m1 plus m2 لما عملهم plus بعض يطلعوا 100 وعايز v dash after impact طبق القانون وحلها على طول وتطلع m1 v1 plus m2 v2 وتطلع m1 plus m2 في v dash وتبقى مش نقص عندك غير من غير v dash لان m1 plus m2 عندك يبقى 200 by 4 plus 800 في negative 4 equals 1000 by v-dash وأقدر بسهولة أجبها v-dash فعلا آخر example عندنا في الكوليجن وبقول لك 2 smooth sphere each of them of mass 400 gram يبقى m1 400 و m2 400 بيتحركوا على same line on a smooth horizontal table with velocity 4 meter per second in the same direction وبعدين there is a distance between the barrier في مسافة ما بينهم وبعدين في a barrier place تحط على table هيقطع cut بتاع الباز بتاع two spheres at right يعني هو اقبل منذكر زي الحيطة كده وفي اتنين sphere بتحركوا الام بتاعتهم 400 وبعدين قالك ايه بقى قالك the front sphere الاول نية embigging خبطت with الحيطة دي and rebounds ورجعت to collide تغبط تاني الباك sphere then هترجع بعدما خبطت الباك sphere رجعت تاني once more بفلوسطي 2 meter per second هو عايز الفلوسطي بتاع الباك sphere امتا just after impact مع الحيطة given that ان الparrier اكت على sphere ب impulse magnitude 2.8 طب لسفير كنت ماشي كده وال impact تجاعك ساي بقى l impulse ده اقول عليه negative 2.8 طب من عندي كده l impulse وقد اجيب منه l impulse عندك بتاع الحيطة على الكرة 1.8 هيبقى 2.8 هيبقى negative 2.8 طب هجيبه على الكرة بقى اللي هو الماز بتاع 0.4 كيلو جرام في V داش بتاعتك اللي هو انت عايز اللي هي ردد بيها mine لاننا خدت تجاه ال V بتاع تي الرايح اه الرايح خلاص اعتبرت هو اللي تجاه البوست بتاعي انما اللي راجع اللي هو ال V داش اللي هعتبره هنا V minus ال V بتاعتك كانت كام 4 ايه اللي حصل ان انت هتقدر تجيب ال V داش اللي هي رجعت بها اللي هي ال V دي ب negative 3 طيب يبقى انت كده هي قبل ما تخبط الكرة التانية وهي راجعة كانت راجعة ب negative 3 يبقى دي اعتبرها بالنسبة لي V1 هتخبط بقى وترد تاني V داش 1 اللي هو ادهالك بعد كده يبقى V1 عندك اللي هي بتاع الكرة التانية negative 3 و ادهالك و انت عندك V1 كان مدهالك ولما خبطه الكرة الاولنية بقى هتتحرك يبقى هو عايز after impact V1 هتتحرك بكام فانت هتتحرك بقى كده مسألة بدية من هنا M1 V1 plus M2 V2 equal M1 V1 dash plus M2 V2 dash وال V2 dash معرفش هيتحرك ازاي تعال نشوف طبعا ازا كان V2 وقدرت اطلع من M1 V1 plus M2 V2 equal M1 V1 dash plus M2 V2 dash قدرت اطلع الvelocity بتاعت الاولنية after collision يعني second sphere هتتحرك بvelocity one meter per second في الdirection الابزت للfirst velocity او first motion بتاعته وكده اعزائي الطلبة والطالبات يبقى خلصنا l-impulse والcollision وان شاء الله نكمل معاكو في مراجعات قادمة ان شاء الله كان معكم خالد فاروق اشكركم على حسن استماعكو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة